كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سنجعل إن شاء الله أيها الإخوة تفسير سورة الطلاق دورة مكثفة في أحكام الطلاق وقد بات معلوما لديكم أنه لا ينبغي أن يمضي أحد فينا نحو الزواج حتى يتعلم كيف الزواج ويتعلم كيف الطلاق الطلاق في الشريعة الإسلامية أمره جلل ودليل عظمته وجلل خطبه أن الله عز وجل ينزل سورة في القرآن الكريم يسميها سورة الطلاق وهذا واحد والدليل الثاني أن الله عز وجل يفتتح هذه السورة بقوله يا أيها النبي ولم يقل يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس لأن الخطاب الجليل يخاطب فيه أعظم القوم فخوطب أعظم الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمر جلل ودليل ثالث أن الله عز وجل خلال الثنتي عشرة آية سورة الطلاق 12 آية ورقة واحدة لها وجهان في القرآن الكريم خمس مرات يكرر علينا حديثا عن التقوى واتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله فالأمر خطير والأمر جلال إنه أمر الطلاق سبق أن تحدثنا في تعريف الطلاق وقلنا الطلاق لغة هو حل القيد والصلاحا هو حل قيد الزواج بألفاظ مخصوصة والحديث أو التعريف فيه كلمة دقيقة جدا أنه قيد الزواج قيد نعم يوثق الزواج الرجل ويوثق الزواج المرأة من أجل هذا التوثيق وهذا الوثاق من أجل أن يسعد المجتمع أنظمة المرور كلها قيود هذه القيود من أجل أن تحفظ أرواحنا جميعا وإذا تفلت العباد من أنظمة المرور أوقعوا أنفسهم ومجتمعهم أوقعوا مجتمعهم في تهلك القوانين كلها عبارة عن قيود هذه القيود من أجل أن يعيش المجتمع في راحة ودعا إذا جاء إنسان قال أنا ما بدي أتبع ولا قانون أريد أن أمشي على كيفي فهذا إنسان إما مجنون يجب أن يوضع في مصح المجانين وإما أنه إنسان شرير يجب أن يودع في السجون ما بيصير واحد يتفلت من القوانين الآن الزواج قيد هذا القيد لسعادة الأسرة وسعادة الفرد وسعادة المجتمع إذا جاءت بنت قالت أنا ما بدي أتقيد بمسائل الزواج إذا جاء زوج قال أنا ما لي مستعد أتقيد بمسائل الزواج هذا أحد أمرين إما مجنون بدنا نحطه بمصح الأمراض العقلية وإما أنه محتاج إلى سجن وخير من السجن ومصح الأمراض العقلية ويحتاج إلى شيخ ليربيه ويعلمه ما معنى أنه مسلم وما معنى أنه يريد الزواج وما معنى أنه يريد الطلاق سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا أيضا عن حكم الطلاق وقلنا بأن الطلاق أحيانا يكون حراما من أيقن أنه يظلم زوجته بطلاقها فقد حرم عليه طلاقه المرأة ما ارتكبت شيئا يستحق الطلاق الرجل ما يستوجب أن يطلق ثم هو غضب فطلق هذا مرتكب لإثم ومرتكب لحرام كيف يكون الطلاق مشروعا يكون الطلاق مشروعا إذا استشرت ثلاثة من ذوي الحجة فقالوا لك يا ابني أنت لازم تطلق زوجتك يا أخي أنت لازم تطلق زوجتك إذا ثلاثة من أهل الحجة قالوا لك طلق معنات طلاقك مشروع إذا هل ثلاثة قالوا لك يا ابني ما تطلق إذا بتطلق فأنت ارتكبت حراما امرأة تطلب طلاقا من زوجها قبل أن تطلب الطلاق بدك تسألي ثلاثة من ذوي الحجة إذا قالوا لك اطلبي طلاقا فطلاقك مشروع وإذا قالوا لك يحرم عليك أن تطلبي طلاقا أو قالوا لك لا ما يستوجب الحالة التي تذكرينها في زوجك لا تستوجب طلاقا فيحرم عليك طلب الطلاق فالطلاق يكون حراما إذا كان لسبب غير مشروع أو إذا كان الطلاق طلاقا في أثناء الدورة الشهرية يحرم الطلاق طلاق أي امرأة في أثناء الدورة الشهرية لا بد أن يصبر إلى أن تنتهي الدورة الشهرية أو إذا كان الطلاق في طهر جامعها فيه يحرم الطلاق إذا كانت المرأة في طهر جامعها زوجها فيه لكن ما بده يعمل بده يطلقها بده يصبر حتى ينتهي هذا الطهر ويأتيها الدورة الشهرية وتنتهي الدورة الشهرية ثم يطلقها في طهر جديد يعني أخي بده يستناله شي شهر جواب صحيح نعم ينبغي عليه أن ينتظر هذا الشهر الثلاثة يحرم الطلاق إذا كان أكثر من مرة الطلاق مرة واحدة يقول لزوجته بعد أن قال له ذو الحجة طلقها الأنسب أن تطلقها وانتظر إلى طهر لم يجامعها فيه يقول لها أنت طالق مرة بس ما يصير يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما يصير يقول أنت طالق بالثلاثة ما يصير يقول أنت طالق ألف تطليقة كلما أحلك شيخ حرمك شيخ كلها معاصي هذه سبق في الدرس الماضي حكم الطلاق أن الطلاق أحيانا يكون حراما وهذه حالته وأحيانا يكون مفروضا فرد يثاب فاعله وذلك من أيقن أنه يظلم زوجته إن بقيت لديه إمرأة مثلنا لها في الدرس الماضي إمرأة تتوق إلى الأولاد وزوجها عقيم لا ينجب ولم تعد تطيق صبرا لا هي صابرة في كثير من النساء أزواج لا ينجبون أو كثير من الرجال زوجات لا ينجبنا خلاص أقول لك أنا الحمد لله رضيان هي تقول أنا الحمد لله يعني صابرة أحب الأولاد بس لا بأس بس الشريعة تراعي جميع الناس في ناس لا يطيقون في نساء لا تطيق هذه المسألة فإذا كان الزوج عقيما وكانت المرأة لا تطيق أن تبقى معه بدون أولاد ما الطريقة حتى تنجب أولاد ما في طريقة غير أن تتزوج غيره حتى تتزوج غيره لا بد من أن يطلقها فالآن صارت وطلبت إليه الطلاق فالطلاق فرض وهو مأجور مبرور إذا طلق هلأ إذا هي صابرة لا تريد طلاقا فهي الحيئة مأجورة ومبرورة بصبرها على بلاء زوجها ومثل هذا في النفقة إذا امتنع الزوج عن النفقة إذا أعصر الزوج وما استطاعت المرأة صبرا ما أطاقت صبرا نحن نتمنى إليها وعليها أن تصبر بس الشريعة تعرف بأن في أناس مختلفون الناس مختلفون في تحملهم فإذا ضاق أمرها وما وجدت صبرا ولا يوجد من ينفق عليها وعلى زوجها وطلبت إليه طلاقا وجب شرعا أن يطلقها فالطلاق يكون فرضا في حالات ويكون حراما في حالات ويكون مباحا في حالات أخرى اليوم أيها الإخوة سأتحدث إليكم عن أنواع الطلاق الطلاق له أنواع من حيثيات عديدة فمن حيث موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة له نوعان الطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا هكذا قال العلماء الطلاق السني هو ما وافق الشريعة السني يعني أنت تأخذ به الأجر وتثاب ولك عند الله عز وجل منزل لأنك طلقت نحن يا أخوان نحن مسلمون زواجنا دين وطلاقنا دين لا فرق بين أن أتعبد الله بصلاتي وبين أن أتعبد الله بزواجي ما في فرق يا شباب وأنتم غدا ذاهبون نحو الزواج أيقنوا بأنكم ذاهبون إلى عبادة لذلك إذا ضاقت أموركم وقال لكم بعض الناس لما تتزوجون لما تثقلون تتعبون أنفسكم لما تتحملون مسؤولية إمرأة قولوا أنا ذاهب إلى عبادة نحن بلا ريب مئة بالمئة بأنك عندما تتزوج فأنت تتعبد الله عز وجل بزواجك نحن المسلمون نحن المسلمين الزواج عندنا دين والطلاق عندنا دين لذلك الطلاق دين إذا طبقته وفق ما يريده الله عز وجل بس إذا خالفت أمر الله عز وجل فيه صار بدل ما يقربك من الله صار يبعدك عن الله عز وجل فالطلاق نوعان إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا متى يكون سنيا إذا كان لسبب معتبر شرعا ثلاثة من ذوي الحجة قالوا لك طلق يا ابني يا أخي ثلاثة من ذوي الحجة قالوا لك يا بنتي اطلبي طلاقا هذا هذا أول شرط أن يكون لسبب معتبر شرعا اثنين أن لا يكون في الدورة الشهرية حتى يكون سني لازم لا يكون في الدورة الشهرية ثلاثة أن يكون في طهر لم يجامعها فيه هيك بتكون انت مأجور مبرور بطلاقك والحقيقة الطلاق بهذه الطريقة يزيد التواد والاحترام بين الزوجين وأنا عندي حالات لرجل انطلق زوجته قمة في الاحترام هو وقمة في الاحترام هي والحقيقة طلاقهما زاد من احترامهما لبعضهما البعض لأنهم طبقوا وفق الشريعة وفق سورة الطلاق الآن القسم الثاني الطلاق السني هو الذي يوافق الشريعة إذا خالف الشريعة فهو طلاق بدعي متى يخالف الشريعة؟ بدعي يعني هذه بدعة يعني كل بدعة ضلالة يعني صاحبه آثم مذنب له من الله وعليه من الله من العذاب ما يليق به لأنه خالف الشريعة في طريقة الطلاق متى يكون الطلاق بدعيا؟ واحد إذا كان لسبب غير معتبر شرعا ما مقبول ليش طلقتها؟ قال جيت على البيت ما لقيت الغداء موجود قلت لأنتي طالق ليش طلقتها؟ قال لأنه أمها حكت على أمي فهل عيلة كل ما لسائل أنا عنها لماذا طلقتها يا أخي؟ قال لأنني نظرت إلى غيرها فعجبتني غيرها فلذلك أنا أريد أن أطلقها لماذا طلقتها يا أخي؟ لماذا تطلبين الطلاق؟ قال حسيت آسي لماذا تطلبين الطلاق يا أختي؟ قال والله بعيد الحب ما إجاب عدت لي هابي بيرز دي تويو شو هاد؟ هذه آثمة مذنبة لها وعليها من الله ما تستحق من العذاب وستعذب في الدنيا قبل الآخرة لماذا يا أخي عم تقول لبنتك تطلبي الطلاق من هذا الزوج؟ قال ليه ليش لما مرضت أمي يعني ستة للعروس ما إجازارنا معناتها ما بيفاماد هلا إذا ما إجازار ستة العروس معناتها يعني تستوجب طلاقا كل أصحاب العقول بيقولوا لا بس أبوها قال ليه لأن عقله الحياة ضعيف ضعيف لماذا يا أختي عم تقول لبنتك أطلبي الطلاق؟ قال لأنه صلوا كاتب كتابه عليها ستة أشهر أو سبعة أشهر لأهلأ ما جبله إلا سبع هدايا لازم هو كل ما إجل عندي يجبله هدية صلوا بس هو كل شهر عم بيجبله هدية معناتها هذا بأنته بخيل لذلك نحن لا نريده هذا كله طلاق بدعي لماذا تطلبون طلاقا؟ قال لأنه بس كاتبين كتاب شيخ واسمه ما صار شيء وحسينا أنه هذا بدي يعزبه لبنتنا لذلك لا نريده هكذا حسينا يعني شون حسيته؟ هكذا قال لبنتنا لماذا تطلبي منه طلاقا؟ قال لأنه في الآن سيتبعها صلت استخارة وقالت لبأنته هذا جوزك يعني مراكز فاطلبي طلاق فطلبي كلهن آثمات كلهن مذنبات كلهن عاصيات لأنهن يفعلن يطلبن طلاقا بدعيا وكلهم هؤلاء الذين يطلقون بدون سباب يريدوا طلاقا لابنته ليش؟ قال لأنه بدأ يساوي العرس بصالي غير اللي آلوه لياها بيت أحمى أم إما آلت والله ما بعت إلا على هديك الصالي وخليها تطلق أم لا عقل فيها وأب لا عقل فيه إذا فعلوا هذه الأفعال الطلاق يكون بدعيا إذا كان لسبب غير مشروع أصلا يا إخوان في قانون الأحوال الشخصية وفي ثقه الأسرة عندنا قاعدة عريضة أرجوكم احفظوها وقولوا لمن ورائكم هذه القاعدة اسمها الأصل في الأبضاع التحريم وبكلمة أبسط اسمها التشدد في الأعراض مسائل الأعراض عندنا فيها شدة فظيعة من أجل أن تحمل بيوت من أجل أن ينتشر عفاف اجتماعي هناك شدة بالأعراض وإلا ما معنى أن تنزل سورة من السماء اسمها سورة الطلاق لماذا؟ لا يوجد سورة بالقرآن اسمها سورة الصلاة ولا سورة اسمها سورة الصوم ولا سورة اسمها سورة الزكاة هناك سورة حج لا يوجد صلاة ولا صوم لكن هناك سورة الطلاق هناك تشدد يا أخي في مسائل الأعراض فلا يعقل أن هذه المنزلة الكبيرة للطلاق تتحطم بين يدي امرأة لأنه تساوي العرس بالصالة الفلانية تتحطم لأنه قالوا له ماذا تلبسها ذهب؟ قالوا له والله أنا جايب للطلاق الفلانية لا والله ما تروح بنتي أريدك تجيب لها كذا قال له يا خالي والله ما عاد معي والرجل يعز عليه أن يتكلم أمام بيت إحما أزيد كلمة قال له والله ما عاد معي خالص خالص يعني منيح اللي قدر تحصل قال له ما أننا مستعجلين هكذا والله جاء إلي تمنيت أرفع هذه السماعة وبدي أحكي مع هذه المرأة التي لا تفهم شيئا لا من زواج ولا من طلاق ولا من حياة زوجية ولا من معنى الحياة كتر خير وقال جايب منيح جايب لأقطع الدهب خلاص قال لا والله قالت له ما علي شيء منستنى عليك معك كم شهر تانيات هي أم قاعدة مع زوجها وأولادها عندها وما لسى أنه ما أننا مستعجلين وهذا شاب يريد أن يتزوج يريد عروسه كل هذا يا أخوان والله من الحرام يفعله رجل أو تفعله امرأة الطلاق إما أن يكون سنيا إذا وافق الشريعة وإما أن يكون بدعيا إذا طلق بغير سبب مشروع إذا طلب الطلاقا من غير سبب مشروع كيف يكون سبب مشروع بدنا ثلاثة من ذوي الحجاء ذوي العقول يقول فليطلب فلان من فلانة طلاقا أو بالعكس هذا أول واحد اثنين يكون الطلاق بدعيا إذا طلقها في الدورة الشهرية الآن العلماء قالوا ما الحكمة ليش بالدورة الشهرية بدعي الله عز وجل في سورة الطلاق يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن شو عراب طلقوهن فعل أمر مين الآمر الله ما معنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات العدة لأن المرأة عندما تطلق في عليها عدة تبدأ عدتها الله يقول طلقوهن وهن مستقبلات العدة متى المرأة تستقبل العدة إذا كانت في طهر بالحيط ما بتنعد العدة لذلك العلماء قالوا يجب الطلاق في طهر مش في دورة شهرية من أجل هذا في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عمر لا أرضى حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال مره فليراجعها ما هذا يحدث بدك تطلق مرتك بالدورة الشهرية طيب ما الحكمة ليش تعلمون أيها الإخوائية والأخوات أن المرأة في أثناء الدورة الشهرية يكون هناك اضطرابات هرمونية في جسمها تؤثر هذه الاضطرابات الهرمونية على حالتها النفسية بالتالي ردات فعلها ومواقفها وكلماتها يعني ليست على سجيتها الحقيقية فربما زوجها يعني تكلم معها بكلمة مزعجة وهي عندها اضطراب في الهرمونات في جسمها فجاءت بردة فعل غير متوقعة فانزعج هو أنه كيف تردين بهذه الطريقة فطلقها جاءت الشريعة لتقول له ممنوع انتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية لأن كلماتها هذه لأن أفعالها هذه لأن تصرفاتها هذه ناتجة عن حالة ليست حالتها الطبيعية ناتجة عن أسلوب ليس أسلوبها الحقيقي عندها اضطراب هرموني انتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية هناك ستعود إلى سجيتها وهناك تقرر تطلق أو لا تطلق هذا من جهة من جهة أخرى كثير من الأزواج أكثر من تسعين تلاتة وتسعين بالمئة من الذين يطلقون يطلقون في غضب في انفعال وهذا يا أخوان غير مطلوب في الشرع في الشرع الطلاق إنما تم لحل مشكلة إنما شرع لحل مشكلة فأنت عندما تريد أن تطلق بدك تطلق بروية بعقل بفهم باستشارة عقلاء ليس بجنان ولا بغضب والله كنت غضبان والله عيوني ما عد شفت فيهم ما عد شفت بعيونك لماذا تكلمت بتلك الكلمة الطلاق لا يشرح حتى إذا واحد غضبان يا إخواني يا شباب يا رجال يقول كلمة الطلاق الطلاق لحل مشكلة لم تحل إلا بهذه الطريقة وحل المشكلات لا يحدث بجنان ولا بعياط ولا بزمجرة ولا بغضب حل المشكلات يريد أن تروي يريد أن عقل يريد أن هدوء يريد أن استشارة يريد أن مراجعة يريد أن مدارسة فالآن غالب الذين يطلقون هم يطلقون في غضب أكثر من 93% منهم لو أنهم فعلوا ما أمر الله به زوجته الآن في الدورة الشهرية طلق خلقه فعل أراد أن يطلق جاءت الشريعة قالوا استنى لتنتهي الدورة الشهرية يعني كم يوم أريد أن أستنى سبع أيام يعني سبع أيام سبع أيام أريد أن أستنى نعم لا يوجد الحال أنا في فرجية بعد سبع أيام بعد ثلاث أيام يروق يساوي له كاسة عصير قال يبقاتو يقول له الله يجعلنا ياكي يسلموا هديات والله أطيبنا القاتويات ما فيه يتصالحه يتصالحه وأكثر من 80% من الذين يطلقون تبع 93% تبع في لحظة الطلاق بعد يومين يبحثون عن شيخ يقول أنا طلقت سيدنا يعني شون يرجع على المرأة يا أخوان الشريعة أرادت منا أن نكون كبارا أن نكون كراما ما حبت الشريعة أن تقف موقف الذل لو صبرت هالسبعة أيام ما في داعي لا تراجع شيخ ولا تسأل أبوك ولا تسأل خالك ولا تسأل عالم صبر سبعة أيام أكيد هو تاني يوم أنت ستهدأ وبالتالي لا تحتاج إلى طلق وتبقى في عزتك وسامحوني مرارا ما جاءني رجال يعجبكم منظرهم والله وقفوا مواقف أذل من هيك ما في لا يوجد أذل من هيك السببب أنه طلق ويريد الآن أن يعيد زوجته ولو استطاع أن يتمسح بالأرض لا تمسح طيب ليه ليش الشريعة أرادتك أن تكون عزيزا أن تكون صاحبة كرامة أنت تكون خلاص يا أخي أنت غضبت إن زعجت هذه المرأة تصرفت تصرفا غير جيد أصبر أصبر هذه الست سبعة أيام هذه لمصلحتك لتبقى كريما وعزيزا ومكانتك محفوظة في المجتمع وأمام الناس ومن أجل زوجتك أن تبقى مكانتها محفوظة بين الناس ومن أجل الأسر أن تبقى مترابطة لازم تبقى الأسر مترابطة ما معقول ما معقول يا أهل دمشق أن تكون نسب الطلاق صارت 23 فاصلة كذا بالمية 24 بالمية ما معقول ربعنا يطلق يعيب الشوم علينا جميعا وين العلم وين الفهم وين الشهادات وين الجاه وين المكانة وين الدبلوماسية وين الاحترام يسقط يتهاوى على أقدامي وأيدي والألسنة رجال وشباب لا يفقهم من الحياة شيء تصير ربع بناتنا مطلقات موعين عيب كبير فينا أنه يطلع هيك صيط أهل هذه البلد والسبب نحن نحن ما في طلاق كان أهل الشام يحكوا أمثال بعض الناس الآن يعترضون عليها يقولون للبنت بابا أنت من بيت أبيك إلى بيت زوجك إلى القبر هو هذا المثل ليس من أجل صدق الكلمة بس من أجل التربية من أجل التربية أنه نحن ما عندنا شيء اسمه طلاق خلاص هذا زوجك استخدمي كل ذكائك لتجعليه إنسانا جيدا وأنت قادرة وأنت استخدم كل ذكائك لتجعل زوجتك إنسانة موافقة لك وأنت قادر ما عندنا واحد والله كل ستة أشهر كل سنة بده يأخذنا والله نعمل له جاهة لكي نجوزه ما من روح أصلاً نحن ما من روح جاهة إلا مرة واحدة مرة ثانية ما من روح أبداً روح أخي روح دبع عفواً سامحني إذا طلقت معلته لا تحسن أن تتعامل مع إمرأة وإن بدنا نروح بجاهتك ما أننا مستعدين نحن أصلاً وجودنا معك إلا مكاني ما بدك تحترم مكانتنا ما نوجد معك أبداً يا شباب يا رجال يا نساء الطلاق ليس ألعوبة فإنما جعل الله عز وجل حرام أن يطلق الرجل في الدورة الشهرية زوجته في الدورة الشهرية لأنها ليست في حالتها النفسية المعتادة واحد ولأنه يا غضاب ربما هدأ بعد يوم يومين لو صبر التزم فطلقهن لعدتين لبقي بمكانته وبقيت بمكانته فالطلاق البدعي إذا كان لسبب غير مشروع الطلاق البدعي إذا طلقها في الحيض الطلاق البدعي إذا طلقها في طهر جامعها فيه كمان العلماء درسوا شو الحكمة ليش إذا في طهر جامعها فيه ما يطلق قالوا لأن الرجل إذا كانت زوجته في طهر جامعها فيه ثم غضب منها وعليها ربما أراد طلاقها سريعا وكان واحد من مدعاة أموره للطلاق أنه غير محتاج إليها كعلاقة خاصة بين الرجل ومرأة يقول خلاص يعني أنا قضى وطره منها في هذا الشهر فإجت الشريعة قالت له إذن ما فيش ممنوع انتظر شهر كامل على التقريب 30 يوما لماذا؟ لأنه إذا كان في طهر لم يجامعها فيه ويشعر بحاجته لها كزوجة وإذا هلأ يريد أن يطلقها طيب يا أخي هو يريد زوجة وما معه مصاري وين يريد أن يجيب زوجة ثانية ربما يتراجع عن قرار الطلاق يقول لك أخي لا نستطيع أن نجيب غير ماشي الحال نيحة توكلوا على الله الشريعة فضيعة يا أخوان لها من الحكم ما فوق يعني عقل البشر لو نحن طبقناها بشكل صحيح فالطلاق البدعي هو الطلاق الذي لغير سبب مشروع هو الطلاق في الدورة الشهرية هو طلاق في طهرين جامعها فيه رقم أربعة الطلاق البدعي هو الطلاق أكثر من مرة يعني يطلق ثلاث مرات شو يعني بدعي يعني آثم مذنب عاصي ليش ممكن رجل أن يقول لزوجتي أنت طالق بعد يومين ثلاثة جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة يقول لي أخي وين طلقناها له المرة طيب ماشي الحال خطأت هذا الخطأ بس فيه إلى محاسين يراجع نفسه فيرجعها بس المشكلة إذا طلق ثلاثة بجي بدو يرجعها ما في ترجع حتى تنكح زوجا غيره بكون حتى تتزوج غيره ويطلقها هذا الغير بالصدفة إذا طلق ويعود إليها خاطبا من جديد ويقدم له مهر ومتقدم متأخر إذا قبلت فيه بترجع إليه بقى الشريعة بتريد توفر عليك كل هذا السوء كل هذا الطريق الصعب خلاص يا أخي قل أنت طالب خلاص الطلاق ليس مكان يعني لتصب جام غضبك فيه خلاص هي أطالق سيدنا عبد الله بن عباس جاءه رجل طلق امرأته مئة تطليقة ألا أنت طالقة مئة تطليقة فسيدنا عبد الله بن عباس قال يركب أحدكم حموقته هالأحمق هالسخيف هالأليل العقل يركب أحدكم حموقته ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إنه من شاء الله دبرني شي فتوى أما ثلاث فقد بانت منكم زوجتك ما أنت طلقت مئة ثلاثة منهم راحة المرة مع الترجع حتى تنكح زوجا غيره وأما سبع وتسعون فهي عذاب لك عند الله يوم القيامة شو عم تضحك على الله عم تلعب بأوامر الله من أذلك من أذلك أنت تطلق سبعة وتسعين لما مئة الله قال الطلاق مرتان فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان صاروا ثلاثة خلص هذا هو الطلق أما مرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه رجل طلق زوجته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه علي الطلاق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة يا أخوان كم واحد من المسلمين يفعل هذه الفعلة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم بالقرآن عم تلعب وأنا بين إيديكم سعتني حين ما متد طيب كم واحد سامحني من المسلمين يطلق ويقول بيطلق بالثلاثة وعليه الطلاق بالثلاثة وهي طالق طالق وهي طالق ما بعرف إيج كم واحد يا أخوان طيب هذه طاعات يعني أو معاصي يعني من ترك الصلاة عصى طيب من طلق ثلاثا عصى من شرب الخمر عصى ومن طلق في طهر جامعها فيه عصى هذه معصية ومعصية هم درجات المعاصي بس كمان هذه معصية هذه فيها أمر من الله وهذه فيها أمر من الله أذين هي من الله أذين هي من الله ثم هو لا يمتثل لذلك يا إخوان كلنا مدعوون يا أخوات يا بنات يا زوجات كلنا مدعوون ومدعوات إلى إدخال الدين إلى بيوتنا الدين مو تبع الصلاة والصوم نحن نريد الصلاة والصوم وهي أركان الدين لكن الدين كمان عند المعاملة الزوجية أن نكون منضبطين بهذا الدين فالطلاق السني هو موافق الشريعة والطلاق البدعي هو مخالف الشريعة هذا نوعين من أنواع الطلاق أنا أريد منكم شغلة وأنتم جالسون وأنقلوها عني لمن ورائكم أنا أريد أن نصل إلى مرحلة جميعاً رجالاً ونسان ما أحد يطلق حتى يستشير ثلاثة ممنوع تطلق أبداً ما بتتذكر لما تزوجت كم واحد سألت؟ لما رحت لتتزوج من بيت فلان كم واحد سألت؟ عشرات سألت ما بين رجل وامرأة كم مرة استخرت؟ يقول لي واحد من الشباب أنه هو في الاستخارة كل يوم يستخير طيب والطلاق؟ ما أبدو استخارة؟ ما أبدو استشارة؟ الجواب مبلغ أنا أريد يا إخوان إذا طلعنا من صورة الطلاق بشيء واحد أنه انقلوها عني إذا ما أحد يطلق حتى يستشير ثلاثة ممن يوثق بعقونهم ودينهم ثلاثة واحد، اثنين، ثلاثة، لا يوجد شيء لأن وظيفتك يريدك أن تتوظف، تستشير، لأن تشتري بيت، تستشير، لأن تسافر، تستشير، لأن تدريس، تستشير طيب، لأن تطلق، استشير يا أخي وأنت يا بنتي، لا يوجد أي واحدة بيناتكم تأتي تقول والله أريد أن أطلق لأن أمي قالت لي أمك لا تكفي، أريدنا ثلاثة من ذوي العقول والتقوى في عقل وفي تقوى جدك بالعائلة تعرفه وجيه له مكانة عقلية وبالتقوى، اسألي جد زوجك، خالك، عمك، وأنت خالك، عمك، جدك، شيخك، أستاذك أريد أن أخي ثلاثة، إذا قالوا لك أطلق، خلاص، اذهب باتجاه الطلاق غير ذلك، إذا نقول لك لا يوجد طلاق، لا تطلق، لو تقول ولكن أنا كثير متضايق، مزعوج، عم بحترق، لا يوجد ذلك، أخي، هذه هي الحياة إذا نالك لا يعني لا، وإذا نالك لا يعني لا، لا يوجد فالزواج من حيث السنة والبدعة هو الموافق للشرع سنة والمخالف للشرع بدعة آخر ما أنهي به هذا الدرس، الزواج من حيث الرجعة وعدم الرجعة نوعان طلاق الرجعي وطلاق بائن ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصح للزوج فيه أن يرجع امرأته من دون عقد جديد، ولا مهر جديد، ولا شهود، ولا رضاها مرة ثانية، الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصح فيه للزوج أن يرجع زوجته، بلا مهر جديد، ولا عقد جديد، ولا شهود، ولا رضاها بس يقول لها أرجعتك، ترجع، رددتك إلى عسمتي، ترجع، أو يكون معها كما يكون الرجل مع زوجه إذا قبلها، إذا جالس ترجع، رجعت بالفعل، هذه رجعة بالفعل، ما هو الطلاق الرجعي؟ كل من طلق زوجته مرة واحدة، يعني قال أنت طالق، الآن هذا الطلاق اسمه طلاق الرجعي، المرة إذا زوجها يقول لها أنت طالق، ما عليها؟ عدة، كم مدة العدة؟ ثلاث دورات شهرية، يعني قريب ثلاث شهر، وإذا حامل حتى تضع الحمل، بفترة الثلاث شهر هدون، ثلاث دورات شهرية، الطلاق هذا اسمه طلاق رجعي، إذا هو بعد يومين، بعد جمعتين، ندم، شاف حاله أخطاء، ظلمها، الشريعة يا أخوان كله كمال، الله عز وجل يريد مننا أن لا نطلق حتى نستشير، هبوا أنه واحد ما استشار، وطلق، الله عز وجل يعلم عباده، في ناس لا يستجيبوا بهذا الكلام، طيب طلق، إجاء الشريعة، ستطلع حال ثاني، الحل الأولاني تستشير، ما استشارت، وعد، طلقت، ستطلع حال ثاني، ألا للزوجة المطلقة، لا تطلع من البيت، بالله تقرأ الآية التي نفسرها، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وأحصل عدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني الواحد إذا طلق مرته، ما لازم يقول لي الله أحمل إغراضك، وروح إلى بيت أهلك، لا تخرجوهن، هذه الله فعل الأمر، لما فعل نهي، نهي هذه الله، نهي، ومن الذي ينهيك؟ الله، الله يقول لك لا تخرجوهن، ممنوع عليكم واحد إذا طلق مرته، يقول له بشك لبيت أهلك، وإذا يقول له، الله عز وجل قال، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ترى أنت ظلمت نفسك، ويجب أن تتحمل الجريرة ما سيحدث بعد ذلك، لا يمكنك إلا أن تذهب إلى بيت أهلك، يجب أن تقعد في البيت، كيف تقعد في البيت؟ ثلاث دورات شهرية، أخي، أنا ليس طائق، أرى خلقتها، ليس على كيف، يجب أن تقعد في البيت، أخي، خائف، أفعل جريمة، إذا تظل قاعدة، يجب أن تقعد في البيت، وحضرتك أن تطلع لبرة، لكن هذا البيت مطوب بإسمي، تطلع لبرة، يجب أن تقعد في البيت، يا أخوان، والله، 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 نحن نستحي من الله، طيب، لكن لماذا يطلع الرجال، عندما يطلع مرته، يقول الله يحمل إغراضك وروحي، لماذا يدق لأمه، ويقول الله تعي خدي بنتك، لماذا يدق لأخوه، ويقول الله تعي خد أختك، لا ترى، كلهم عصات، سامحني، كلهم يخالفون الله، كله الله سينتقم مننا، إذا لم نرجع عن هذه الأخطاء، لأنه نخالف الله جهار النار، هو قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لا أريد أن أخرجها، الله يقول لا تخرجها، أريد أن أخرجها، وكلمتها التي تريد أن تمشي، أي كلمتها تريد أن تمشي، وبعدين استنى لك، بكرة جاي لك شيء، ماذا يريد أن يأتي؟ يعني يا أخوان شيء، والله شيء مبكي هذا، طيب، وكمالت الآية، وَلَا يَخْرُجْنَا، أنت يا بنتي إذا زوجك بيقلك أنت طالق، ما بتطلعي من البيت، قال بس بكيت، قال بنتي بكيت، والله سيوقف قلبها، يوقف قلبها، منجيب طبيب القلبية على البيت، ما بتطلع من البيت، وَلَا يَخْرُجْنَا، وَلَا مَا بِخْلِيلَهُ يَاهَا دَئِيقًا، مُوَ عَلَى كَيْفِك، بدي تضل، بدي تبقى عنده حتى تنتهي الدورة الشهرية، ثلاث دورات شهرية، تنتهي العدة، ما في، ما بتطلع، نصيحة يا أخوات، إذا واحد يقل له زوجك أنت طالق، أول مرة، ما تخبر أحد، لا ترفعي سماعة الدقي لأمك، ولا لأختيك، ولا لأبوك، ولا لأخوك، ولا للشيخ، ولا لأحد، قال لك أنت طالب، خير، ابقي في بيتك، وإذا تاني يوم عندك عزيمي عندك، وليمي عندك، روح جيد، أقول له، والله أنا شوي تعباني، ما لأدراني، مرة تاني بيجي، لأنه بعد يومين في الغالب حيندم، إذا أنت بقيت في البيت، والقصة ما خبر في حدا، بعد يومين هذا الطلاق رجعي، إذا قالك رددتك إلى عصمتي، خلاص، رجعت لبعضكم، ولم يدري، وظليتوا بيعم مكانتكم، وبإسمكم، لا أحد خبر بالموضوع، لكن المشكلة إذا ذهبت إلى بيت أهلك، وذهبت إلى بيت أهله، كانت القضية بين شخصين، رجل وإمرأة، الآن تدخل أبو وأمه، وأبوها وأمه، صاروا ثلاثة عتلاتي، صعب كثير، الآن هو بعد ثلاثة أيام، يقول له، أرجعتك، أمه تقول له، لا ترى ضفرة، أبداً، أمه، وأبوها يقول له، أعوذ بالله ترجع لك بنتي، لا تأتي أنت وأبوك وجدك لعنا، لك، لك، لماذا أبو وجده، لقيت طلاق رجعي يا حبيبي، يرجع فوراً، لكن المسلم، سامحني المسلم، لا يعرف كل هذه الأحكام، وبعدين يقول لك، جوزوني، ما بدنا نجوزك على ما؟ روح تعلم حبيبي كيف الزواج وكيف الطلاق، لنزوجك، يا شباب ممنوع الزواج تعمل لكم، حتى تخضعوا لدورة أهلية للحياة الزوجية، كلكون، لا، ليس كلكون، يعني اللي بدأت جواز، حتى حتى ماشي المتزوج، والله بدنا، حتى نعلم أولادنا ونعلم بناتنا، والبنات كمان روح يتعلمي، هناك دورة خذية على سيدي، دورة تأهلية للحياة الزوجية، الطلاق نوعين من حيث الرجعة وعدمها، طلاق رجعي، الذي يطلق أول مرة، أول مرة، زوجته في أثناء الدورة الشهرية هي رجعية، إذا إلا رددتك إلى عسمتي، ترجع، سنحكي عن أحكام العدة، هي وقاعدة عنده ثلاثة شهور، لا تضغطها، لا تضغط منه، ولا تعتزل عنه، وبالعكس تحاول أن تغريه، وقال بعض الفقاء، كتبوها في كتبهم، تتزين وتتطيب، وتنقر بقدمها على الأرض، يعني هكذا تتحركش فيه، أنه بركي برجع، لأن الشريعة يريد أن ترجعها، لكي تبقى البيوت قائمة، لكي لا تتحوى النسبة إلى 24%، بركي، لأنه متى ما جاء إليها، وجلس إليها، أو قبلها، أو خلاص، رجعت، لأن الشريعة تعرف أنه في ناس يتكلمون كلاما، لا يريدونه الآن، بكرة يندموا عليه بعد يومين ثلاثة، بقى هو، عفوا، الطلاق الرجعي يحق له أن يرجعها، بلا مهر جديد، لا يبدو مهر جديد، ولا عقد جديد، ولا شهود، ولا رضاها، ولكن متى ما خلصوا لثلاث شهور، ثلاث دورات شهرية، صارت طلاق بائنا، بائن، يعني لا يستطيع أن يرجعها، صارت غريبة، إلا عنه، تذهب إلى بيت أهله، يعني يراها كما يرى، أي امرأة في الشارع، غريبة، ما عاد زوجي، صارت امرأة عادية، إذا بعد خمس ستة شهر، أحب أن يراجعها، يعني فكر أنك، والله منيحة، بلما هلأ، نحن تشنطت أنا والأولاد، هلأ بدو يجي يراجعها، بصير، بس بدك مهر جديد، وبدك عقد جديد، وبدك رضاها، إذا وافأت عليك، إذا قالت لا، والله ما أنا موافأ عليك، تروح، أنت الله معك، الشريعة أعطتك فرصة ثلث شهر، إذا ثلث شهر، ما رجعت حالك، خلص، يعني هلأ الشركات معظمها، عندما توظف الموظف، ما تفعله؟ تعطيه فترة تجربية، ثلاث شهر، ثلاث شهر، ثلاث شهر، بدأت تقول له، يا أنت مثبت، يا أنت أخي، ما بنيك، أما ما معقول، تخلي سنة، ثلاث تقول له، عمر راجع حالنا، ما لديك مصلحة أنت، فالشريعة أعطته فرصة ثلاث شهر، راجع حاله خير، بصير رجعية، ما راجع، خلاص، ذهبت، ذهبت، ممكن يرجعها، لكن يريده عقد جديد، ويريده مهر جديد، ويريده جاهة جديدة، ومن أول وجديد نبدأ، وتعود إليه بطلقتين، يعني في طلقة قديمة، وبقيان تنتين، هلأ هذه اسمها بائن، البائن هي الطلقة الأولى، بعد انتهاء العدة، أو الطلقة الثانية، لو طلق زوجته طلقة ثانية، بقلب العدة، يستطيع أن يراجع، بعد العدة، لا يستطيع أن يراجع، إلا بمهر جديد، وبعقد جديد، هلأ في شيء اسمه بائن، بينونا كبرى، إذا طلقها تلك مرات، ألا طالق، ورجعها، بعد سنة، رد ألا طالق، ورجعها، بعد خمس سنين، ألا طالق، كم واحدة صاروا؟ هلأ هذه، صارت بانت منه، بينونا كبرى، هلأ هون تقضي العدة، لكن تتحجب منه، صارت امرأة غريبة، أول ما يقول أنت طالق، خلاص، تتحجب منه، ولا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، بس تخلص عدة منه، تمضي إلى بيت أهلها، لنفترض إذا إجاها زوج، تزوجك، لنفترض بعد خمس سنوات، اختلفت مع هذا الزوج الجديد، طلقها، لنفترض بعد انتهاء عدتها من هذا الزوج الجديد، هذا خطر له أن يراجعها، بروح، تقدم إليها خاطب جديد، إذا وافئت، بمشي الحال ما وافئت، ليس له عليها شيء، فالطلاق إما أن يكون رجعيا، هو الطلقة الأولى في أثناء العدة، والطلقة الثانية في أثناء العدة، وإما أن يكون بائن بيننا صغرى، إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى والثانية، وإما بائن بيننا كبرى بعض الطلقة الثالثة، ما أريد أن أقول لكم يا أخوان، قانون الأحوال الشخصية السوري، يعني المحاكمنا، عفوا، الأئمة، عفوا، عفوا، الأئمة الأربعة، قالوا إن طلاق الثلاثة، بجلسة واحدة، يعتبر ثلاث طلقات، طلاق الثلاثة، بجلسة واحدة، يعتبر ثلاث طلقات، يعني إلا أنت طالق بالثلاثة، ثلاث طلقات، راحت، خلاص، قانون الأحوال الشخصية، أخذ السوري، أخذ بقول ابن تيمية، ابن تيمية يقول طلاق الثلاثة، بجلسة واحدة، تعتبر واحدة، فقانون الأحوال الشخصية، أخذ بهذا القول، فيعتبر ثلاثة واحدة، لكن الحقيقة لإما الأربعة، المعتمدين قالوا لا، هذه الثلاثة، لذلك الله يحن عليكم يا جماعة، يا رجال، ما حدا يقول هذه الثلاثة، ما حدا، ما حدا شيء مؤلم، يا أخي، إذا أريدك تعالي استشيرنا، ثم قل أنت طالق، خلاص، مرة تكفي، بركي ندمت، أنت نلاقي لك مخرج، لكن إذا ما أنت ما تركت لنفسك مخرجا، ماذا نفعل؟ ختاما، من طلق زوجته قبل الدخول، بفترة كتب الكتاب، فقد بانت منه، هذه الشباب الذين كاتبين كتابهم، كثير يديروا بالهم، والبنات، قبل الدخول لسا ما صار عرس، أو ما صار دخول، ما صار جماعة، إذا بإلا أنت طالق، هذه ما فيها رجعية، إنه بتصبر ثلاثة شهر، فورا بانت منه، يعني واحد كاتب كتابه، العرس بعد ستة شهر، بسبب ما اختلف هو وزوجته، على التليفون قالت له، والله أنت بهذه الطريقة، عم تصعب الأمور، قال له هذه اللي أنا عندي، قالت له، بس هيك كثير صعب، قال له، والله بدك هيك تعود حالك تمشي، بمشي، ما بمشي، إذا ما عجبك، الأمر بإيدك، قالت له، معناته، إذا كنت هيك بدك تضل، أخي طلقني، قال له أنت طالق، بسكر السماعة، ما هو الحكم الشرعي الآن؟ طلقت، طلقت منه، وهي طلقة بائنة، يعني ما عد في رجعها، حتى مهر جديد وعقد جديد، بدنا نكتب له كتابه من أول وجديد، الآن هو بعد يومين، يعني هيك هدأ، وقال ليش هيك نحنا حكينا، وهي هدقت له، وعطت له رسالة SMS، أعتذر عما كان مني في الهاتف، وقال لا وأنا أعتذر، اليوم آتي إليكم مساءً لأزورك، إجا زارة، قال لأ إلتي لحدا، قال له لا، ما إلت لحدا، قال له إيو أنا ما إلت لحدا، خلاص، شو خلاص حبيبي، شو خلاص، أخي في تشدد عنا بالأعراض، خلاص طلقت منك البنت، أريد أن تدفع نص المتقدم والمتأخير، كم متقدمك ومتأخرك؟ 400 ب400، أريد أن تدفع 400 ألف، وبعدين، أريد أن ترجع تجيب الجاهة، وتأتي لعنا، ويا من جوزك، يا ما من جوزك، ومنكتب عقد جديد، ورد بـ 800 جدد، قال له طول بالكم يا أخي، طول بالك، رعينا، بنناقص 100 ألف، 50 ألف، لا يوجد، يا أخوان، هذا ليس حكمي أنا، ولا حكم المحكم الشرعية، ولا القاضي، هذا حكم الله، بناتنا، تحترمهن احترام عالي، لا تقرب، لا تقرب، شوفي يا بنتي، أنت محترمة، هذا الشرع أرادك، صحيح الشرع يقول لك، أريدك تطيعي هذا الرجل، وهذا الزوج، بالمقابل، أعطاك احتراماً عالياً، لا تسمح لك، أنت كاتب كتابك، قلت كلمة طا ألف لا مقاف، ذهبت المرأة، طلاقاً بائناً، فوراً، فوراً، بائناً، لا ترجعها، إلا بعقد جديد ومهر جديد، يا أخوان، أنا أسمع مرات في بعض مثل هذه القصص، أنه خلص، ماشي الحال، ما إلنا لحدا، ماشي الأمور، هذا إذا عاش معها، عاش بالحرام، ليس زوجاً، ليس زوجاً، ولما تخبر به المحكم الشرعية، أو يخبر به الشيوخ، فوراً، يفرق بينهما، يعني إذا حدث وتم العرس، وبعد سنة اشتلأ، فوراً، يفرق بينهما، قاعد مع واحدة غريبة، مع واحدة من الشارع، ما بدنا نعمل؟ بدنا نكتب له كتاب جديد، لم أمرت هذه أبداً، بعض الأمهات تخبر، تقول لهم، أي الله لا تقول لحدا، ما بيصير يا أختي، هذا حكم، هذا حق عام، الله عز وجل شرعه، بانت منه، إذا يقول طالف لا مقاف، من طلق زوجته قبل الدخول، فهو طلاق بائن مباشرة، والخلع، هو عبارة عن طلاق بائن، الطلاق من حيث السنة والبدعة، سني وبدعي، السني يوافق الشرع، والبدعي يخالفه، الطلاق من حيث الرجعة وعدمه، رجعي وبائن، الرجعي الطلقة الأولى والثانية في الدورة الشهرية، والبائن بينونا الصغرى الأولى والثانية بعد انتهاء العدة، والبائن بينونا كبرى إذا كان على ثلاث مرات، ويعتبر طلاقا بائنا من طلق زوجته قبل الدخول، مرة رابعة يا أخوان، هذه مجموعة معلومات عن الطلاق، كما ترون في معلومات كثيرة، والله واحد لازم إذا نتعلم، وسأستمر إن شاء الله، ما زال البحث فيه طويل في سورة الطلاق، حتى نتعلم كيف نتزوج وكيف نطلق، حتى إذا تزوجنا رضي الله عنه، وإذا طلقنا رضي الله عنه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله